السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة كل يوم موقع جديد يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة أطلعى الجاوبة على سؤال من أحد المتابعين وحبيت أن أعمله فيديو والفيديو ده يكون مراجعة على ما سبق يعني على ما تكلمنا عنه قبل كده لأن أنا جمعت كذا حاجة تكلمت عنها أو كذا فيديو في فيديو واحد وهو الجزء المتعلق بالتعديل على الصورة باستخدام الكامفا والأدوات اللي موجودة في كامفا برو هي موجودة في كامفا برو للأسف يعني مش هتعرف تستخدمها إلا لو كنت في المدفوع ولكن هي مهمة جدا في التعديل على صورة جي بي جي فيها تاكست وفيها صور وعايز تعدل عليها باستخدام الأدوات يعني هي مش بروجيكت موجود يعني مش بروجيكت موجود في كامفا برو زي البروجيكت الموجودة دي مثلا هقش وأعدل عليها أنا لو دخلت مثلا سي على حاجة زي كده هقدر أن أنا أعدل على كل جزء فيه ان انا اللي عامله فبالتالي هقف هنا هقدر اعدل هعدل على تاكست هعدل على الصورة هعمل افكت للصورة ده موجود مش جي بي جي فوتو ففي الحالة دي هعمل ايه بقى في الحالة التانية عندي صورة خارجية مش معمولة بكانفا فيها تاكست وفيها صورة ممكن اعدل عليها ازاي او حتى قريدي صورة انا عاملها بكانفا بس عملت لها داونلود جي بي جي مبقيتش موجودة جوا كانفا اعدل عليها ازاي دا اللي جايين نتكلم عنه النهاردة عشان اعمل الموضوع ده حرجع بقى مرة تانية كده وابتدي ان انا اروح كده مثلا اي نقول اي تيمبلت نختار اي تيمبلت بلانك كده ونبتدي بقى نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده انا حتدي الاول ان انا ارفع صورة الصورة دي فيها تيكست وانا عايزة اعدل عليها يعني نفترض مثلا هديك مثال ابلود او اجيب حاجة زي كده زي ما احنا شايفين دي جي بي جي فيها تيكست وفيها صورة مثلا كنت واخدها سكرينشوت من شات جي بي تي كنت عاملة كاستم شات جي بي تي واخدها سكرينشوت وعايز اقولك حاجة عشان اكون برضو معيك دقيقة ووقعية مش كل الصور ممكن تعدل عليها يعني في بعض الصور تقدر تعدل بيدي تيكت التيكست وبيبتدي ان هو المفاجزة في فاصيل معقدة كتير بيدي تيكت التيكست ويتعرف عليه ويبتدي ان هو يفصل التيكست عن الصورة وتبتدي ان انت تعدل على التيكست وفي بعض الاحيان لا وحنشوف مع بعض الحالتين يعني حاجة زي كده سيمبل زي ما احنا شايفين صورة وفيها الصورة اللي احنا شايفينها دي وفيها التيكست اللي احنا شايفين واخدينه سكرينشوت فانا عايزة اعمل تعديل على الكلام ده هعمل تعديل ازاي هبتزي عمل سيليكت لي الفوتو نفسها وابتزي اروح على ايدت فوتو ومن ايدت فوتو في الماجيك ستوديو هلاقي الادوات اللي انا بقولك عليها هي موجودة في الماجيك ستوديو زي ما احنا شايفين يعني واحد اتنين تلاتة اربعة في منها خمسة هم الخمسة دول موجودين في البرو يمكن الماجيك ايدت مش موجودة ولكن الباقي موجود في البرو فانت لازم تكون في المدفوع ففي الحالة دي هعمل ايه هبتزي ان انا اختار مثلا ال grab text انا عايز اعدل على التكست فاختار grab text بالمنظر ده وهشوف هيعمل معي ايه هبصة ليه ان انا لو وقفت على اي تكست هقدر اعدل عليه يعني انا لو وقفت مثلا انه friendly formal CV اقدر اعمل delete اكتب اي حاجة انا عايزيها زي ما احنا شايفين اقدر اعدل كمان على التكست نفسه كل التكست الموجود هو عمله detect وابتدى ان هو ايه كده اول ما اقف عليه اعمل select وابتدي ان انا اعدل عليه ده بالنسبة ليه التكست هل كله كده تعالوا كده نبص على حاجة تانية تعالوا كده نعمل add page وتعالوا نشوف حاجة تانية حواليك بس ان مش كله ممكن يحصل معي الكلام ده عشان بس تكون معك واقعية تعالوا كده الحاجة زي كده مثلا فيها كتابة مكتوبة جوة مثلا شيب معين لما بيجي اوفع على حاجة زي كده وعمل edit photo وابتدي اقول له grab text زي ما عملت من قبل هو بيبتدي detect text هنا بيقول لي unsupported character هو مش قادر يتعرف على التكست هنا فدي الحتة المهمة اللي انا كنت حابة ان انا اأكد عليها مش كله يقدر يdetكته وهنا بقى الميزة في ايه ان انت مثلا لو عندك حاجة فيها تكست كده صريحة وواضحة وفيها صور تقدر ان انت تعدل عليها ان انت تاخد screenshot وتعدل عليها زي ما احنا شايفين بمنتهى السهولة بيقدر يتعرف مثلا من خلال حاجة زي كده على التكست تتاع شوف حاجة تانية الماجيك grab ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقت سي هاخد صورة زي دي مثلا ويه الماجيك grab بيعمل ايه الماجيك grab هنروح الاول نسلكت على الفوتو نعمل edit photo ونختار ماجيك grab ماجيك grab بيبتدي يدكت المين object الاساسي اللي في الصورة ويفصلوا عن الصورة علشان اقدر ان انا احركوا في اي حتة انا عايزاها هنا لو انا رحت اعملت ماجيك grab هنشوف كده مع بعض هيعمل ايه هيتدي detect هنا المين object مش التكست زي grab تكست لا المين object اللي هو الشخص نفسه اللي موجود في الصورة ممكن اغير موقعه بقى في الصورة هنشوف مع بعض الموضوع ده اهو هو detect الشخصة زي ما احنا شايفين انا بقى ممكن انا اصغره شوية حاسة مثلا ان هو اعمل resizing احطه بقى في اي مكان في الصورة ممكن اعمله crop لو انا احبه فهنا هو بيدكت المين object بتاعي ويبتدي ان هو يسيبرت المين object ده اللي هو الوش الشخص الاساسي الكاركتر الاساسي اللي في الصورة بحيث ان انا احدد مكانه او اعمل عليه edit هو شخصيا ده بالنسبة لي magic graph نيجي بقى لي الحاجة اللي بعد كده ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا انت ممكن تعمل بيها edit على الصورة وهي magic expand تخيل مثلا انا عندي صورة زي دي كده وانا عايزة اعمل expand للصورة شوية الشخص كده في جزء منه مقطوع بالمنظر ده لأنا عايزة اعمل expand للصورة بحيث تسهل تفاصيل اكتر بالحالة دي بحروح اعمل select وعلى الصورة واعمل edit photo ونبتدى نستخدم الاداة الاخرى اللي موجودة في magic studio وهي magic expand وماجيك expand انا عندي اقراض free form whole page واحد لواحد وابعاد اخرى بالنسبة للfree form انا ممكن انا اقف على free form بالمنظر ده كده وابتدى اختار انا عايزة اعمل expand للصورة لحد فين لحد الجزء ده مثلا وابتدى ان انا اختار expand magic expand وهنا حيديني اربع اختيارات مختار منهم الاختيار اللي انا شايفاه جيد طب نفترض الاربع اختيارات ما عجبنيش ممكن انا اطلب انهم يعملي region rate مرة تانية وده ميزة طبعا اذا كان الاصطناعي انه بيعود يولدلك لحد ما بتوصل للصورة اللي انت عايزها حبتدي اشوف اكتر صورة عجباني ايه طبعا انا مش عايزة صورة زي دي انا ممكن اختار صورة زي دي اشايفها افضل الصورة دي كمان افضل جدا ولحد ما بوصل للصورة اللي انا عايزيها هنا واعمل done في الاخر خالص ادي الصورة هي عمل لها expand زي ما احنا شايفين ممكن كمان اروح نفس الصورة واروح اعمل edit photo ومن edit photo بتختار magic expand واقول له whole page كل الpage بقى املالي الpage كلها كده بتفاصيل مناسبة بحيث ان انا عايزة الصورة تبقى كاملة هيديني برضو اربع اختيارات وببتدي ان انا اختار منها الصورة زي ما قلتلك ما عجبتكش الصورة ممكن تعمل region rate مرة تانية اهو او ده او ده او ده ببتدي اوفى على الصورة اللي انا شايفاها مناسبة وعجبتني وفي الاخر خالصة وعجبتني بعمل done ممكن كمان تعمل edit للصورة وتعمل magic expand وتختار على حسب الابعاد طبعا بتروح تختار الصورة الصورة الصغيرة مش الصورة الكاملة اللي احنا ايه يعني الصورة دي بنقف عليها edit photo ونعمل magic expand وتروح تختار الابعاد اللي انت عايزها ممكن تختار 16 ل 9 واحد لواحد whatever ال aspect ratio اللي انت عايزها او الابعاد اللي انت عايزها جزء ده مهم جدا وممتاز جدا جدا في canva عندي كمان magic edit واعتقد ان هو مش موجود في البرو وهنا بتقدر تحدد brush size وبتحدد انت عايز ايه في حتة معينة يعني مثلا c انا هنا عايز حاجة احطها هنا مثلا اي حاجة pencil case اي حاجة انا عايزة احطها هنا water bottle مثلا هنا continue هنا هقوله water bottle بديني water bottle هعمل generate شوف هيديني ايه لو انا عايزة احطه object معين في الصورة ممكن برضو احطه باستخدام edit photo و magic edit ممكن يعمل لي الموضوع ده هنا عاديني شوية حاجات بصراحة يعني انا مش مفيش شايفة خالص اللي انا عايزة يعني المية غريبة جدا بس طبعا انت ايه ممكن ان انت تحدد انت عايز ايه بالضبط وتكتبه يعني اا هنا كأنها يعني ايه water bottle يعني ممكن اقوله stand water bottle مثلا فايديني stand water bottle بعدين اعمل له done والحاجة اللي انا عايزة تكون موجودة بقى اي حاجة انا عايزة احطها هنا ممكن انا احطها ابتال ازبطها لحد ما اشوف الضبط stand بقى water bottle هو هنا حتى طالب العرض ممكن اعملها بالطول من الحاجات الجميلة برضو قوي وموجودة برضو في الاسف premium كأنك بالضبط في الفوتوشوب البيتا يعني بس طبعا الquality بتا الفوتوشوب البيتا يمكن اعلى ولكن برضو الادوات دي في canva ممتازة جدا فيه كمان في ال edit photo احنا اتكلمنا عن الماجيك expand فيه الماجيك eraser لو انت عايز تروح تشيل جزء معين في الصورة بتروح تعلم عليه بالمنظر ده كده لو انت عندك صورة وعايز تشيل جزء معين في الصورة بتبتدي ان انت تشيله بالماجيك eraser ممكن كمان اشيل كل اللمبة اللي عندي دي كده اهي مش هكي انها مش موجودة خلص كفاية واحدة اهو المنظر ده كده حيبتدي ان هو يشيل ال object نفسه من الصورة في الماجيك eraser حاجات ممتازة جدا ايضا الحاجات الجميلة برضو وموجودة برضو في الاسف ال premium اللي هو background ان انا اشيل background بتاع الصورة انا عندي صورة زي دي مثلا انا عايز اشيل background وابتدي اروح اعمل edit photo وابتدي اعمل background remover يشلي background وتعملت ان اجيب background في تفاصيل ما يكونش مثلا white background علشان اوليك ايه هو بيشيل background بشكل داخل جدا وده حاجة متميز فيها canvas زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لبعض التعديلات اللي انت ممكن تعملهم على الصورة لو انت عندك صورة فيها تكست صورة مفهش تكست عايز تعمل فيها اي تعديل ممكن تعمل التعديل بهذه الطريقة اتمنى اكون جاوبت على السؤال الخاص باحد المتابعين واتمنى تكون استفدتوا جميعا عملنا ركاب سريع على كل الادوات الخاصة بالماجيك ستوديو الخاصة بالتعديل على الصورة اشوفكم في فيديو قدم على قناة كل يوم موقع جديد وزي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد لو بتشوفنا لأول مرة ولو كنت متابعين الاعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت دمدن في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته